سبعون مشاركان في قطاعات مختلفة يستفيدون من هذه الورشة التربوية التطبيقية حول الحوكمة الإلكترونية التي يتوقع أن تسهم في تمكين ممثل القطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص من الأدوات الضرورية الهادفة إلى إرساء تحول رقمي آمن من خلال إقامة إدارة رقمية كاملة وشاملة ننقد هذه الدورة تدريبية على مدى يومين في قلب حضوري وآخر عن بعد وترمي إلى تدريب مكثف لسمئين الشخصا حول جوالب مختلفة وهامة من الحاكمة الإلكترونية كما أنها تأتي تمهيدا لخالطة طريق طموحة يعكف قطاعنا حاليا على تطويرها وتشكل محور عملية خلال السنوات المغمرة الورشة ستسايم في تهيئة ظروف الممكنة للتحول الرقمي وتطوير الحوكمة الإلكترونية في بلادنا من خلال ورشات تطبيقية تم تصميمها وفقا للأولويات والاهتياجات في مجال الحلول الرقمية المبتكرة السعي إلى تطوير الحوكمة الإلكترونية في بلادنا نابع من إدراك الجهات الحكومية للدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الرقمي في الرافع من أداء الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل ودعم النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية